تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأساس الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتح السيسي والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد ودعا شيخ الأزهر بهذه المناسبة الجليلة جموع المسلمين في كل أرجاء المعمورة وبخاصة الشباب لاستلهام العبر والعضات من هذه الهجرة المباركة سائلا المولى عز وجل أن يكون العام الجديد عام خير وبركة على العالم أجمع وأن تنعم فيه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعها بمزيد من التقدم والازدهار والرخاء والأمن والاستقرار